موسيقى نفضل أنني نعطيكم بعض التفاصيل واحد نبدأ على هذا التكوين هذا والمواد المطروحة في هذا التكوين فغادي نخليكم مع فاصل إشهاري وغادي نرجع لكم باش نعطيكم نبدأ على هذا التكوين هذا وهذا التكوين غادي يكون الكبير والصغير لمرأة والراجل نبقى مع فاصل إشهاري آه وهي شوف بغيت نقول سمع سمع راديو افام كات دكشي اللي تود سمع ده بنيت على راديو افام كات سمع شارك نقش تكلم بكل حرية وما تنساش الناس اللي اعزاز عليك هذي اللي همشي موسيقى من اختيارك أنتم دائما فيل السماء فيل السماء راديو فركات راديو كل العرب بكل قارات العالم كنرجع لكم وسمينا أفاضل باش نعطيكم نبدأ على برنامجنا جديد برنامج اللي غدي نتابعوه عن طريق راديو افام كات راديو كل العرب. وكذلك عبر الفيسبوك. قبل ما نعطيكم الاسماء دي القنوات ديالنا اللي غادي نتعاملوا بيها. باش ناخدوا هاد الفورماسيون او باش ناخدوا هاد التكوين هادا في مجال ديال الربح عن طريق الانترنت. واللي هو مجال كبير ومشعب. وفيه مجموعة ديال المعطايات. غادي نقول لكم اول شي ان هاد البرنامج هادا كيتطلب صبر كيتطلب دكاء كيتطلب مجموعة من الميزات اللي خصها تكون فينا. اول شي هو اننا نكونو كنعرفو نتعاملو مع الحاسوب. بمعنى اننا كنتعاملو مع اه الانترنت. وكعندنا كنعرفو ناخدوا الاحتياطات ديالنا باش ما يتمش اختراق الحواسيب ديالنا. تانيا اه اه دروس اللي غادي نبغي نعطيكم تعرفوا عليها. فا اول شي غادي نعرفو على كيفاش نربحو من الانترنت. شنا هما الحوايج اللي نقدو نديرو باش نربحو من الانترنت. كيفاش غادي نتوصلو اننا نربحو من الانترنت. وحنا اه يعني اه ما عندناش فكرة على كيفاش غادي نقدو نخرجو الفلوس من الانترنت. اول شي هو انك ستعرف بانك هنا ابناك في في الانترنت واللي من اللي من ضمنها البايبال والبيزال اللي كيستعملوهم مجموعة ديالناس. في شراء مجموعة من المنترنت. انتها هاد الابناك هادو غتكون كتتستغل لها باش تشري بها وايضا باش تدخل فيها الفلوس. وباش تدخل فيها الفلوس يعني هادوك الفلوس اللي كتنتج انتها وكتربح من خلال موقع ديالك او قناة يوتيوب او واحد الموقع اللي غادي نشتغلوا عليه بواحد طريقة كبيرة واللي هو غيكون اول هدف ديالنا اللي هو بروفيت كليكينج اللي هو موقع عنده واحد صيت كبير. وخصوصا في الولايات المتحدة الامريكية وكل دول العالم كيعرفوه كيشتغلوا عليه وعنده مصداقية كبيرة مصداقية كبيرة وهاد شي اللي كنقول لكم فهو مجرب مجرب مؤكد منه آآ كل التأكيد اللي غادي نقول لكم هاد الموقع هذا فهو موقع ديالستثمار موقع اللي كنبدو بصفرة ديالهم آآ كيسلفوك هما عشرة دولار ومن البعد كتبدأ كترض لهم عشرة دولار وكتبدأ كتنتج آآ في هادوك الاسهم اللي اللي غادي تبدأ كتشري وكتكبر الكابيطال ديالك ومن بعد كيولي عندك وحد المرضوضية عن طريق هاد هاد لسيت هادا ولكن باش نعطيه تفاصيل اكثر فغادي يكون البرامج ديالنا كلها كالتوضع في يوتيوب في القناة الخاصة بيوتيوب اللي غادي تكون دائما مواكبكم في فيسبوك غاديو شباب اسباس كازا اوديو إذن لو لو توصلتم معنا في فيسبوك غاديو شباب اسباس كازا اوديو غادي تلقاوا لي فيديو اللي كهدروا على الربح عن طريق الانترنت ومنتم ما يمكن لكم دخول القناة ديالنا وغات لقوا فيها مجموعة ديالفيديوهات اللي غادي يعطوكم وغاي يعطوكم كيفش تشغلوا غير حاجة واحدة اللي غاد ينوصيكم عليها انكم حاولوا تتابعوا المراحل عبر الراديو لاني غادي نعطيكم مجموعة ديالتوضيحات كيفاش تتبعوا الفيديوهات وكيفاش توصلوا لنتائج عن طريق هاد الفيديوهات لي فيها الشروحات اللي غادي يمكن لك انك تشعل فيديو وتفرج فيه وتتبعه خطوة بخطوة ذلك شيء اللي كتشوف غادي تديره وغادي توصل لواحد النتيجة مع مرور الايام غادي تصبح من المحترفين ديال الدخل عن طريق الانتغنت هذي من جهة من جهة اخرى من بعد غادي نوريكم بعض الضروس اخرى اللي كتخص يوتيوب ويوتيوب بارتنر وايضا غادي نوريكم اه كل ما يخص ادسنس اه اللي هو ديال جوجل معروف جوجل ادسنس فهو معروف في العالم كله هو ايضا ويوتيوب بارتنر جوجل معروف في العالم كله يعني انا كنحاول ان ناخد لكم مواضيع وافكار اللي غادي تمشي بكم لابعد مستوى لكن احنا ما نشتوش وما نمشوش الهد المسائل هذي فنبقاو في موضوعنا واحد اول شي هو انه غادي يكون اول درس ديالنا كيهدر على بيزة لان اول شي اخصنا يكون عندنا هو بمعنى ان يكون عندنا خاص نقرينه خاص باش نخدمو فيه فهد المجال ديال الدخل عند انترنت باش ما يتخلطون ناش الاوراق ديالنا وما نقالينيوش هدك ديالنا مع مجموعة ديال الحويج بحل فيسبوك وبحل مجموعة ديال الحويج اذا نتشغلوا بجيمايل واحد اللي غادي نتكلفوا به اه نكلفوا به مهمة واحدة اللي هي دخل عن طريق انترنت غادي تكرييوا اول شي اغنطلب منكم انكم تكرييوا واحد جيمايل يعني تصاوبوا كونت في الجيمايل وهد جيمايل فهو ايمايل معروف كيدار عند جوجل مجاني بطبيعة الحال اذا غادي تكرييوا الجيمايل ديالكم وغادي ندوزوا المرحلة تانية اللي غادي نلقاوا الفيديو اللي كيخص بايزة اول شي غادي نصاوبوا بنك داخل المنظومة ديال الانترنت واللي هو عنده مصداقية كبيرة ومن احسن ابنك واللي كيتم التعامل ديالها مباشرة مع الشركة العامة للأبناك وغادي تولي عندك واحد البطاقة خاصة اللي اسمي تهم ماي كارت الوحيدة في المغرب اللي كتتعامل مع البيبال ومع البيزة اللي هما معروفين على مستوى الانترنت واللي ممكن انها فيها الانو الاوت بمعنى انها كتدخل الفلوس وكتخرج الفلوس بمعنى ان كتدخل الفلوس ديالك تما وللاشارة ان هذا الكمت هده اللي كان هضر علي للشركة العامة فهو ككلف تقريبا 500 درهم ولا هد المرحلة هده اللي ما بغينش نوصله لها دابا من بعد غداد نوصلوا لها اول شي هو ان نقريوا ببيزة من بعد مان نقريوا ببيزة هتين نقريوا كيفاش ردين نعطيكم طريقة اللي غديتاخدوا بها الكمت ديالكم ديال الشركة العامة اللي كيكلف 500 درهم وهذه 500 درهم كتكون هي التامان ديال هدوك البطائق اللي غادي تحصل عليها وديل ذلك الكونت وقع المصاريف ديل ذلك الكونت لخلال مدة سنة علش اختارينا الشركة العامة لأن الشركة العامة هي الشركة الوحيدة في المغرب اللي كتدير هذا المعاملة هذا تاني حاجة أنها فلتخونسفار يعني في التحويلات دينا دي الأموال دينا من المغرب للخارج أو من الخارج للمغرب ما كتأخدش واحد القدر ديال المال اللي هو كبير في التحويلات يعني الفائدة ديالها ما كتكونش كبيرة ومتما كيبقى أننا ما كنكونوش واحد يعني ما كيتم مش للإستغلال ديال الأموال ديالنا باش نحولوها من طرف أبنك بوحد طريقة كبيرة كيكون شيء رمزي اللي كان نعطيه ونعطيكم فكرة على أن مثلا عشر ألف درهم إلي حولتها من المغرب يعني بفلوس مغربية حولتها للدولار بايزا فالفائدة ديالتخانسفار قتم تقريبا بواحد خمسمائة درهم فهذا شيء جيد وأقل وكين خمستاش درهم ما بين ألفين درهم تلتالف درهم ألف درهم إذن مستمعنا أفاضل غادي نخليكم مع فاصيل باش ما نطولش عليكم وغادي نرجع باش نزيد ندقق في التفاصيل وكنتمنى أن طرحوا أسئلة ديالكم على هذا الموضوع هذا التساؤلات ديالكم باش نجيب عليها في برامج لاحقة إن شاء الله ونعطيكم تفاصيل أكتر ونعطيكم فكرة أكتر على هذا الربح عن طريق الأنترنت أنا ما بغيتش نعطيكم يعني نبدأ كبيرة 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 بزاف باش ما نشتلكم مش الأفكار ديالكم باش ما نخليكم مش توسعوا في الفكرة أكتر غادي نمشي معاكم خطوة بخطوة باش نوصلكم للاحترافية حتي لا أعطيتكم كل شيء غادي نشتتلكم أفكاركم غادي تم البحث ديالكم عشوائي وغادي تقدو الطحوف بعض المواقع اللي كتدير النصب والإحتيال وهذا اللي خلاني أنني نلجأ أنني ندير لكم هذا البرلمج لأنني أنا أيضا تعرضت لهذه المسائل هذه لكن الحمد لله الإنسان لي كيكون يجتهد وكتكون عنده نية زوينة فبطاعة حال غادي وصل النتائج اللي يا سليمة نتائج اللي غادي تخليه يكون أفضل ويكون أحسن بكم مستمنع أفاضل كنت ساعد جدا أنني نعطيكم هاد الأفكار هذي ونعطيكم فكرة ونحاول نساعد كل عربي كل مغربي كيتمنى أنه يحصل على دخل عن طريق الأنترنت من البيت دياله يمكن لو يشتغل ويحصل له فرصة شغل زائد مستمنع أفاضل غادي تكون دروس مميزة جدا 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 عن طريق اليوتيوب ديال راديو أفام كات وأيضا عن طريق المنبر ديال الإعلامي اللي هو راديو أفام كات كل العرب غادي تكون تنأكد لكم أنه غادي تكون برامج مميزة جدا وخصوصا بنسبة الناس اللي عندهم مجموعة من المواهب مثلا الناس اللي عندهم المواهب في المجال ديال الفن أو الناس اللي عندهم مواهب في المجال ديال الإعلاميات أو في المجال ديال الرياضة يعني جميع المواهب يمكن لها تستغل داخل هذه المنظومة للأنترنت وتولي عندك دخل عن طريق الأنترنت بهذه الموهبة ديالك يمكن لك تدخل الفلوس هاد الشي كيفاش غادي نوصلوا ليه أول شي صاوبوا جيميل وغادي نوريكم الفيديو اللي غادي نلوح قريبا في الفيسبوك غادي وشابب اسباس كازا أوديو اللي غادي يدخلكم القناتنا الخاصة على اليوتيوب اللي غادي تمكن لكم تابعوا فيها كل الفيديوهات اللي غادي تكون فيها الدروس لكن ما تنسوش مستمعنا أفضل أنكم توصلوا معنا على راديو فهم كات لأنه هو المنبر والملبع ديال كل الأفكار اللي غادي تمشي بكم استراتيجية زوينة اللي كنا كنتمنوا أننا نوصلوا لها الحمد لله وصلنا الله لها باش نعطيو هاد القدرات اللي توصلنا لهم حنايا نعطيوهم هاد الكفاءات هدي نعطيوها له هاد الشباب هادا باش يستثمرها ويكون منتج داخل منظومة الانترنت ما يبقاش مستهلك كنخليكم مستمعنا أفضل في رعاية الله وحفظه كان معكم دائما أخوكم طلال ماستر من السيديو رقم اثنين وحييكم بإجراءات الصوت من نور عربي مستمعنا أفضل مستمعنا راديو فهم كات بكل قارات العالم الباب مفتوح طبعا الحال الباب مفتوح لكم باش تكونوا نجوم في راديو فهم كات فالطريقة جيد سهلة كات هو المجال ديالتنشيط أو المجال ديال الإعلام ككل أو المجال ديال برمجة الإعلامية كذلك يمكنك تكون معنا كطاقم تقني في المنبر ديالنا طريقة جيد سهلة تواصل معنا عبر المكان المخصص الدرجة في موقع راديو فهم كات أو أحد السكايبات الموجودة في موقعنا أو الرقم الهاتف الموجود وقترح علينا اقتراحاتك وأيضا إمكانياتك والمسائيل التي تهوها والطموحات ديالك خلال دخولك في هذا المنبر هذا فيمكنك ترسلنا وتواصل معنا بش تكون نجم من نجوم هذا المنبر إذن الآن يمكنك تواصل ويمكنك تكون أحد نجوم هذا المنبر الإعلامي اللي هو منكم وليكم فينما كنتوا في العالم طبيعة حال المهم هو أنكم كتكلموا لغة عربية موسيقى موسيقى